اشتركوا في القناة 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 قبل ما نوصل لنهاية الأسبوع لأنه شوي الوضع متقلب أهم شيء أنه عاطفيا المسائل الممتازة حاول أنك تستغلها وتستغل حظوظك أما بالنسبة للبيت الثالث اللي هو الزهرة وطبعا الزهرة كوكب من الكواكب المؤثرة عليك بشكل كبير وهي شوي بتخلي أنه طريقتك بتوصيل المعلومة يكون فيها صعوبة أو الناس ما بتستوعبك بشكل كامل فعشان هيك بصير لبس أو بصير سوء تفاهم أو ممكن يفهموك غلط أو ما تقدر توصل المعلومة بشكل جيد بسبب الزاوية اللي رح تتشكل بين الزهرة وبين المريخ فعشان هيك يبدأك تضبط عصابك وبرضو ما تحاول أنك تنفعل وما تعصب لأنه في سوء تفاهم معين ممكن هاي برضو تأثر على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتسويق أو باتصالاتك أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا المريخ الموجود ورح يشكل الزاوي زي ما حكينا مع الزهرة فعشان هيك هو رح يحدث بعض المشاكل اللي إلها علاقة بردات الفعل السلبية على مستوى العمل على مستوى الصحة على مستوى بعض الأشخاص اللي بتستغلك اللي ممكن تكتشفها أنت خلال الأسبوع هاد أو يتأمروا عليك أو بعض المشاكل اللي ممكن تيجيك بطريقة أنك أنت ما كنت مهيأ لإلها يعني ممكن برضو تعطيلات أو أشخاص تحاول تعطل عليك أو بتتآمر عليك بالخفاء ممكن أنت تكتشف هاي الأمور ولكن حاول تضبط أعصابك من ردة الفعل السلبية وانتبهوا لبعض التقلبات الصحية اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ لكم أو لا أحد الأحبة أما بالنسبة لبرج الجدي اللي موجود في المشتري وزحل وبلوتو بتراجعوا الثلاثة وموجودات في بيتك التاسع فهاي بتجيب لك أخبار سيئة إلها علاقة بالخارج أو إلها علاقة بدولة أجنبي أو إلها علاقة بأمور السفر أو تعطيلات السفر أو أمور إلها علاقة بالجامعة وتخصص معين ممكن ما يجي لأحد الأبناء أو لا إلك شوي خليك تضطرب ممكن بريد أنت تحاول أنك أنت بدك تجيبه يطلع مش يعني ما يوصلك بوقته أو يصير عليه تأخير ممكن دورة معينة تتعطل وما تمشي معك يعني أنا بعطيه كل موليد برج الثور كل واحد شو ممكن أنه يصير معاه أو كل مجموعة شو ممكن يصير معاه عشان هيك بتكونوا منتبهين من هاي الأمور وخصوصا أمور الامتحانات أمور القضايا القضائية اللي بتيجي بشكل مفاجئ وأمور ردات الفعل السلبية أثناء تعاملكم مع أشخاص من خارج البلاد أو ممكن خبر يجيك يزعجك أما بالنسبة لنبتون طبعا في البيت 11 وهي إلها علاقة بأمور مع الأصدقاء لأجواء إيجابية فرح يتوجه لك أكثر من دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط بأمور اجتماعية بشكل كبير خلال هذا الأسبوع ممكن يكون لك حوارات لقاءات أو أصدقاء جدد أو عمل اجتماعي بشكل كبير أهم شيء أنه الوسواس رح يسيطر عليك في لحظات ما يعني يخليك تكون محتار أو معصب أو أنك تحس بعض الأشخاص بتستغلك أو بتحاول أنها تستعطفك لأجل مواضيع بتهمهم أما بالنسبة لأورانوس فهو اللي بيجيب الأشياء المفاجعة على مستوى الصحة وعلى مستوى النفسية عشان هيك بدك تنتبه من التطورات صحيح أنه هو مش سلبي هذا الأسبوع ولكن ما بنا ننسى أنه بتراجع فعشان هيك في تراجعه في لحظات ممكن يجيب تطورات معينة على المستوى النفسي إما سلبية أو ردات فعل أو عصبية أو حدية أو طريقة توصيلك للمعلومة ممكن أنها تكون فيها نوع من أنواع صعوبة فهذا يخليك تحتد أو تعصب حاول أنك تبتعد عن القرارات الحاسمة في هذا الأسبوع وصلنا للتوقعات الأسبوعية طبعا من ساعات مساء اليوم القمر موجود في الجدي حتى فجر يوم الأحد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة تنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر ولورشات العمل والاتصالات على أنواعها أما من فجر يوم الأحد القمر بصير موجود في الدلو حتى ظهر يوم الثلاثاء هاي الفترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبحافظ على إنجازاته القائمة أهم شيء أنك ما تشوه سمعتك الظروف فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة أهم شيء أنك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر من ظهر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالحوت حتى مساء يوم الخميس بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة أحدهم مع نوياتك مرتفعة وحضوظك جيدة احترم القوانين والموعيد وما تماطل عزز شعبيتك وافرح مع الأصدقاء والأحباء ممكن تنشط أو تنجح في إنعاش علاقة عامة من مساء يوم الخميس القمر بصير في الحمل حتى صباح يوم الأحد هاي الفترة شوي بتكون ضاغطة لأن القمر بكون موجود في بيت المتائب عندك فعشان هيك يعني بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم يهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبة ممكن تظهر هاي الفترة خلافات أو التباسات طباعك متقلبي ومزاجك متعكر أهم مش أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء